إلى الستوديو ونتحدث هذه المرة عن تطورات الأخيرة في الأسواق العالمية ينضم إلينا كابيد حدوح وهو كبير مديري العلاقات وعلاقات العملاء في كابيكس دوت كوم أهلا بك معنا دائما على شاشتين بيسي عربية ربما الملف الأبرز الذي يترقبه المستثمر في الوقت الراهن والذي يضع النوعا ما بعض الشكوك أو المخاوف داخل الأسواق فعليا هي التفاوض أو المفاوضات التي نشهدها ما بين قادة الكونغرس الأمريكي وكذلك الرئيس جو بايدن حيال الوصول إلى اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يسبق الولايات المتحدة أن تخلفت عن سداد الديون تاريخيا نتحدث ولكن نوعا ما هذا الملف يقلق الأسواق برأيك لأي مدى الوصول إلى حل قد نشهد نهاية هذه التحركات وكيف قد تستقبله كذلك السوق لاحظنا الأسواق تتفاعل بشكل كبير مع هذا الملف أهمية هذا الملف وأثرها على الأسواق العالمية كان كبير جدا لاحظنا حتى بالتحركات الأخيرة للدولار الأمريكي الدولار بدأ يستعيد القليل من قوته بانتظار بيانات مهمة هذه البيانات أهمها طبعا هو صقف الدين الأمريكي كما ذكرت أمريكا طبعا لم تتخلف أبدا على سداد هذا الدين لكن المشاكل الموجودة حاليا بين بيت الكونغرس وإدارة جو بايدن هي تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية والتفاعلات كانت سلبية للأسف على الأسواق يعني مثل ما أشرت ربما الدولار وهذا ما يترقبه المستثمر الآن الأصول الذي أو أين تتوزع محفظة الاستثمارات لدى المستثمرين شاهدنا الدولار عليه تراجع حتى الذهب كسرنا مستويات مهمة بعد أن وصلنا إلى تقريبا ولمسنا المستويات القياسية التاريخية برأيك لأي مدى كذلك هذا الملف سوف يكون له أثار على هذه التحركات والدخول بالنسبة للاستثمارات وحتى بالنسبة لشاهدنا تصريحات من قبل مسؤولين داخل احتياط الفيدرالي بأن عمليات التشديد مستمرة فعليا في ظل كل البيانات التي نستقبلها من الاقتصاد بالضبط تأثيرات الذهب حاليا الهدف أو عفوا السبب الرئيسي لتحركات الذهب وانقفاضه ما دون مستويات الألفين دولار هو التلميحات من أعضاء المجلس الفيدرالي لزيادة تشديد سياساتهم في المستقبل طبعا نحن الآن بانتظار خطاب جيروم باول الذي سيرينا فكرة أوضح عن تحركات الأسواق وسياسات الفيدرالي في الاجتماع المقدم طبعا مع استمرار الولايات المتحدة باتخاذ هذه الإجراءات العدوانية هذا شيء سيؤدي بشكل سلبي على أسواق الذهب لأن المستثمن سيلتج إلى الدولار الأمريكي وسندات الخزنة الأمريكية يعني أربما ليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي شهدنا عليه مخاوف وتأثير حتى في الصين يعني على الرغم من الرهانات الكبيرة التي كانت مع نهاية العام الماضي بأننا سوف نشهد الفتح انتهينا من جائحة كورونا ولكن البيانات الاقتصادية التي تأتي من الصين تشير عكس ذلك يعني فعليا لا تزال الضبابية هي سيدة الموقف وهذا ما شهدناه في آخر البيانات التي تم تسجيلها برأي كمان يعني إلى أي مدى هذا سوف يكون له أثر على عدة أسواق تحديدا أسعار النفط التي تسعر بشكل كبير موضوع الطلب من الصين نتحدث عن أكبر مسهلكين في العالم بدأت سنة 2023 بزيادة الطلب من الصين بدأت الصين بافتتاح أسواقها مجددا هذا الشيء أدى إلى زيادة في الطلب الكبير على النفط ومع العلم أن أوبيك بلس قد صرحت بتخفيضات لإنتاج النفط هذا أدى إلى ارتفاع النفط بمستويات 5-6 دولار الشهر الماضي طبعا نحن الآن بانتظار تصريحات أخرى من الحكومة الصينية التي تتعلق بالطلب على النفط نتوقع مع زيادة الطلب ومع زيادة التخفيضات زيادة في أسعار النفط للمستقبل لكن نحن الآن بانتظار هذه التصريحات لفهم صورة أوضع عن تحركات الأسواق في المرحلة القادمة وحتى جاءت نوعا ما توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تشير بأننا سوف نشهد طلب على النفط نوعا ما غيرت المشهد وسعرته الأسواق كذلك إلى أي مدى قد نشهدها ولكن على الرغم من أننا فعليا نشهد توقعات بأننا قد نشهد عودة 100 دولار بنهاية العام ولكن أتت بعض المعطيات للسوق لتغير المشهد بشكل أساسي معه تقريبا نحن خلصنا ودخلين على الربع الثاني من العام الجاري المشكلة الرئيسية بهذه الأمور هي الحرب الروسية الأوكرانية النفط الروسي حاليا يباع بسعر أرخص من الصقف السعري لأسعار النفط وهذه المشكلة الرئيسية التي تؤثر على أسواق النفط بهذا الشكل عندما هناك موجودة بلد تبيع النفط بأسعار أرخص من سعر السوق هذا يؤدي إلى انقفاض مستويات النفط مع الألم أن تصريحات إدارات الطاقة العالمية بزيادة الطلب على النفط تؤدي إلى فهم أوضح أن أسعار النفط في المستقبل نتوقع ارتفاعها بشكل أكبر من ما هي حاليا نشكرك كبير حدوح وأنت كبير مديري العلاقات العملاء في كابكس.com شكرا جزيلا لك شكرا لك